دكتور يعني نطاق الصراع في المنطقة جراء الحرب في غزة عمال يوسع قد يمتد لما هو أكثر مما يحدث الآن تدعيات ده إيه وممكن نوصل لمرحلة إيه؟ يعني أولاً الحرب في غزة لم تعد فقط قاسرة على غزة وإسرائيل لماذا؟ لأن هناك طيار تصعيد الآن بيغزي هذا الصراع يعني طيار تصعيد أولاً تقود أطرافه الحكومة الإسرائيل المتشددة أكثر حكومة يمنية في إسرائيل هي من مصلحتها الآن استنفار أو إبقاء حالة الحرب وإبقاء حالة الصراع لاعتبرات سياسية داخلية والاعتبرات عديدة هذا الطيار معه أيضاً يضم الدارة الأمريكية حقيقة الدارة الأمريكية موقفها ملتبس موقف ضبابي هي من ناحية تقول أنها مع البعاد الإنسانية هدى إنسانية وتبدي مرونة طبعاً لاستعابة الضغوط الداخلية سواء في الداخل الأمريكا بالحزب الدموقراطي أو الضغوط العالمية أو أمام هذه المشاهد الإنسانية غير مسبوقة حقاً في التاريخ ولكنها من ناحية الأخرى بتطلب كده إسرائيل تحت زعم الدفاع عن نفسها وتقول أنه وقف إطلاق النار لن يكون في مصلحتها بل في مصلحة المقامة الفلسطينية هذا الطيار أيضاً يضم أيضاً دول أوروبية حكومات أوروبية يعني بعضها مثل بريطانيا ألمانيا وتعتبر أيضاً أن وقف إطلاق النار لن يكون أو غير متاح أو غير مطروح حالياً وهي رغم الضغوط الداخلية عندها هناك أيضاً من المقابل في أطراف الشرق الأوسط قوة إقليمية نعرفها وهناك أطراف من تنظيمات ومليشيات أيضاً تحاول أن تغزي هذا الصراع هذا الطيار التصعيد عاماً هو بيقود المنطقة للهوي وكل المؤشرات تقول أنه يدفع باتجاه توسع الحرب ودفعها وليس فقط أن تكون في غزة ولكن فيها المنطقة كلها